جيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي إذن اليوم عنا آخر حصة في هذا الكتاب وآخر حصة في السنة الدراسية والأمر يتعلق بتقويم الأسدس الثاني ودعمه وتوليفه إذن نختم هذا الكتاب بهذا التقويم إذن ننتقل إلى صفحة 22 ولكن قبل ذلك إذن هناك مجموعة من الدروس الوحدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وكل التقويمات موجودة في القناة التعليمية لمن أراد أن يعود إليها إذن نبدأ بتقويم التعلمات التمرين الأول ارتكبت زينب أخطاء في إنجاز القسمات الإقليدية التالية إذن أعيد إنجاز كل قسمة ثم أحدد الأخطاء المرتكبة للتحقق من النتائج أستخدم المتساوية المميزة للقسمة الإقليدية إذن نأخذ ورقة مستقلة ثم نقوم بإقليدية إذن هنا دش نتحقق إذن هنا هنا يغطأ لحقق 56 كبر من 55 نعم إذن غدا نشوق ونجزو القسمات كاملة إذن عندنا 55 مقسومة على 7 إذن عندي رقم أخذ رقم لا يمكن إذن أخذ رقمين 55 على 7 تساوي 7 نعم 7 في 7 9 واربعون 55-49 تساوي 6 إذن هذا هو إذن بالنسبة المتساوية الإقليدية هنا إذن 55 تساوي ماذا تساوي تساوي 7 7 في المقسوم في 7 المقسوم عليه لا الخارج 55 المقسوم 7 المقسوم عليه 7 الخارج 6 الباقي إذن لنا تأكد 7 في 7 كمية ساوي 6 زائد 6 55 إذن حق صحيح إذن الخطأ الذي ارتكبه التنميد هنا هو زينب إذن هنا خدات 8 و8 وطبيعة الحال أصغر من 8 في 7 تعطينا 56 إذن العدد اللغسان لخطوخ سيكون أقل إذن هذا هو الخطأ الذي ارتكبته زينب إذن ننتقل إلى العملية الموالية 325 على نعم 325 على 8 عندي رقم أخذ رقم ثلاثة أصغر من 8 أخذ رقم اثنان وثلاثة مقسوم على 8 أربعة أربعة في تمانية 32 30 ناقص 32 ناقص 32 ناقص نسح ننزل إلى خمسة خمسة مقسوم على تمانية ثلاثة 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 ناقص نعم إذن هنا هل ما هو الغلط؟ لا يمكنك بالفعل المهتمع لا تعمل الفرق إذا نرى ما هي المتساوية الأقليلية 325 المقسم عليه 8 خارج 40 زائد 5 نتأكد 8 في 4 325 نتقل إلى العملية الموادية الف ومائتان وخمسة واربعون مقسومة على سبعة عشر. اذا لدي رقم اين اخذ رقمين لا يمكن اخذ تلاتة ارقام مئة واربع وعشرون على سبعة عشر. اذا كم يساوي? اه نخذ سبعة. سبعة. سبعة في سبعة تسعة واربعون. اكتبوا التسعة واحدة في الاربعة سبعة في واحد سبعة والاربعة احدى عشر. اذا نقوم بعملية الفرق. اربعة ناقص سسعة لا يمكن اربعة عشر ناقص سسعة خمسة. اتناني ناقص اتنين سفر واحد واحد سفر. انزلوا خمسة. خمسة وخمسون مقسمة على سبعة عشر. نعم. ربما اتنين. ب accredit تلاتة. ستحب الجهاز. جرب تلاتة. تلاتة في سبعة اربعة واحد وعشرون اكتبوا الواحد واحتفظوا الاثنان. تلاتة في واحد ثلاثة والاثنان خمسة. نعم. اذا خمسة وخمسون NAقص واحد وخمسون اربعة. اذا الكتب نتيجة لدينا الف ومائتاني وخمسة واربعون هو المقسوم. سبعة عشر المقسوم عليه. تلاتة وسبعون الخارج والباقي اربعة. ده ننتخذ الى العملية الاخيرة. ده تمان ومئة خمسمائة وسبعة وتمانون. خمسمائة وسبعة تمانون مقسوم على ستة. اخذ رقم خمسة اصغر من ستة اخذ رقمان. تمانية وخمسون نقص على ستة تسعة. تسعة في ستة تسعة في ستة اربعة وخمسون اكتب Gray 54. فان نذي لبا. سبعة واربعون نقص على ستة سبعة. سبعة في ستة اتناني واربعون خمسة. إذن المتساوية الإقليدية لدينا خمسون أو سبعة وثمانون مقسوم ستة مقسوم عليه سبعة وثسعون خارج زائد خمسة باقي إذن ننتقل إلى التمرين الثاني هذه مقادير استهلاك ستة عشر أسرة من الماء خلال أسبوع باللتر إذن سنرى الطيل مرة أم compl ستة عقد anこ ariamente س Ching وهناك الثاني سنقوم بفتر قوم بفتر قليل ستجد أسبوع 150 سأمل وżEN الرابط في الأسباب 350 لدينا جوج وも صار 250 لدينا 1 جوج جوج ثلاثمئة 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 واحد اثنان ثلاثمئة ثلاثمئة وخمسون اثنان واربعمئة واحد نعم ملأنا الجدول ولكنم أعتبر عدد Dun portrayed ثلاثمئة ليلة ثلاثمئة 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 حيث ة تحضر الوصول تحضر الوصول ثم ثلاثمية وخمسين ستهلكوها جج أسر ثم أربعمية ستهلكوها أسر واحدة إذن نرسم المخططات للمدراجات إذن هذا هو المبيان إذن ننتقل التمرين الموالي التمرين الثالث ألوّن الكتابة الصحيحة للعدد الكثري مئة وستة عشرين على مئة إذن مئة وستة وعشرون على مئة نعم إذن هي هي 1.12 إذا periods we have Murilo 1.26 إذن واحد زائد صفر فاصيلة إذن صحح إذن بالنسبة لهذه 12 زائد� tenemos ستة علامية خطأ لأن هذا ب recognizing debeكون 10 واحدة سيكون في العشر. مئة زائد عشرون زائد خطأ. اذن واحد زائد اثنان صحيح. اذا هذي صحيح. نعم لان اثنان عشرات وستة اجزاء من مئة. اذا واحد ستة عشرين على عشر خطأ. اذا ننتقلوا الى التمرين الرابع ننقل الشكل افير الطريق. ننشئوه كبيرا له بمعامل تكفير جوج. احسبوه مساحته. اذا هنا ننشئوه واحد الشكل. الطول ديالي مربع. 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 اه. ستة سنتيمتر. اذا ننشئوه هنا. احنا ننشئوه التكفير ديريكت. اه. احنا ننشئوه التكفير مربع. اذا هذا ننشئوه ثلاثة المرات. اعطينا تسعود دير سنتيمترات. احنا تسعود دير سنتيمترات. احنا نحاول ننشئوه التطريقة. السعود. اذا هذا هو المربع اللي سنحصل عليه. او ثاني كذلك هنا تسعود. اذا هنا اذا هذا هو المربع المكبر. اذا كنت سؤال اننا نحسبوه المساحة نحن. اذا هنا وهذا هو الضلع المكبر ايضا. اذا المساحة ستكون اس تساوي اشحاد. هنا ولد عنا تسعود سنتيمتر. هنا تسعود سنتيمتر. اذا احنا كنا عارفوا المساحة هي الضلع في الضلع. اذا تسعود واحدة وثمانين سنتيمتر مربع. لانها مساحة. اذا ننتقل الى تمرين رقم. اي خمسة. ولاحد المتساوية التالية. اكتب الاعداد المناسبة مكان النقط في مالي. لاحمر مئة وسبعة وثمانون كلة. وضعها في كل كيس اتنا عشر كلة. يعني هنا. عنا الكولال سنقسمهم على تناش. اذا في النهاية ما سنقوم بعمل اخمستاشر كيس. سبقالوا سبع كولال. اذا هنا هي التمرين السادس. هل ينشرون? اه نشرون لمكعب نعم ام لا? ام. اذا هنا اه. نعم. اه? نعم. اه? لا 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 لا. خصنا واحد. خصنا واحد مربع نعم. اذا كان الجواب لا اصححه النشر. اذا الجواب لا. اذا ليس. اذا شنو غنحتاجه غنحتاج مربع. اذا غنحتاجه مربع. بعدها غدي يكون كيسد المكعب. ده بالمكعب غدي يكون هادا ولكن ما نسدوش. اذا هنا خصنا ستاتيم منتاع المكعب. غدي ناخدو غد المسافة هادي شوش حال فيه هاو. كلا سنتيمتر. اذا سنتيمتر. هكذا. هكذا. هكذا يفتاتيم منتاع. دبعا. دبعا صباح مكعب نشر لمكعب. اذا اعيد انشاء الشكل المرسوم. ما هو قياس شعاع الدائرة? ما هو قياس ضلع المربع? هل النقطة ام تنتمي الدائرة? احسب مساحة كل من المربع والمثلات. واقارن مساحتهما. اذا هنا سؤال لول ما قياس شعاع الدائرة? اذا سنتعمل المصطرة. اذا مصطرة. غذي نشوفه شعاع. اذا واحد سنتيمتر. متأكد. نعم. نعم. واحد فاصلة. اذا واحد فاصلة. اذا شعاع الدائرة واحد فاصلة جوج سنتيمتر. اه ما هو قياس ضلع المربع. ضلع المربع. ضلع المربع. وذي يكون هو. واحد فاصلة جوج. اذا واحد فاصلة جوج سنتيمتر. هل النقطة ام تنتمي الى الدائرة? لا. لا تنتمي الى الدائرة. لان اللي ينتمي الدائرة خصو تنتمي لحافة ا disco. هي تنتمي الكرس. احسب مساحة كل من المربع. ومثلات. اذا المربع. سنزلوا واحد فاصلة جوج واحد فاصلة جوج. اذا مساحة المربع سنقوم بس ساوى es واحد. ستكون واحد فاصلة جوج و واحد فاصلة جوج. اذن ستعطينا اùng. اذا اضطحة 1.44 سنتيمتر مربع. بالنسبة لリس المساحة المثلث ستكون 1.44 قسمها على جوج ستعطينا 50.72 ستعطينا 50.72 سنتيمتر مربع يوم المساحة المثلث إذا ننتقل التمرين الثامين ألاحظ وأصل بخط مرس توقيت السادسة والمسل ثم السابعة إلى ربع يعني السادسة وخمسة أربعون دقيقة ثم السادسة وخمسة عشر دقيقة هي السادسة والربع إذا ننتقل التمرين الموالي والصفحة الموالية هي الصفحة مئة وأربعة وثلاثة وعشرون مئة وثلاثة وعشرون دعم وثلاثة وثلاثة وعشرون هذا الفيديو سيكون طويل شوية لأنه إذا أكمل من الجدول التالي إذا لدينا هنا أربعة أربعة وحدة وعشر وسبع أجزاء من المئة مئة أريد أن نكتبها هي ربعة زائد واحد على عشرة زائد سبعة على مئة إذا إذا أردنا أن نكتبها كسر واحد ستكون هي ربعة مئة وسبعتاش على مئة سبع عشرات إذا سبع عشرات سبع عشرات سبعة عشر وحدة إذا سبعة عشر وحدة وثلاثة وعشرون جزءا من المئة إذا إذا أردنا أن نكتبها بها الطريقة ستكون هي سبعة عشر سبعة عشر زائد زائد اثنان على عشرة زائد ثلاثة على مئة إذا أردنا أن نكتبها بها الطريقة ستكون هي ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرين على مئة ستتم بتصرف ألف وثلاثة وثلاثة remember إذا إذا لا إذا أردنا إ Actually هل هي تلاتة وثلاثة؟ ثلاثة وثلاثة وثلاثة Raptor من المائة معنى الأعشار معنى الأعشار إذا إذا كنا نكسبها حدد عشر ستكون هي 324.04 وإذا كنا نكسبها في هذه الشكل ستكون هي 324.04 على مائة إذا ننتقل إلى التمرين عشر هل يمكن إنشاء متوازم السطيلات من هذه الأشكال نعم أم لا؟ نعم 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 لماذا؟ لأن الصحيح وما يلزم ليصبح النشر صحيحا نعم 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 مه نعم 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 وضع جوج هادو بهادو او لابقوا هادو او لابقوا هادو لان هذا مربع هو السبب اذا ننتقلوا الى التمرين رقم 11 ولاحظوا تصميم واحسبوا مساحات الجزء الملون اذا هنا اذا هذا الجزء الملون بسنتيمتر مربع نحسبوه في التصميم ومن بعدها نحسبوه في الحقيقة اذا في التصميم لدينا هذا المستطيل طوله 80 سنتيمتر وعرضه 44 لدينا هذا المثلات اذا نحسبوه نحسبوه المساحة هذا السؤال مساحة المستطيل هذا ستكون هي 80 44 المساحة مقصوم على جوش يعني هي 44 30 مقصوم على جوش زائد هذا المثلات 44 80 مقصوم على جوش مقصوم على جوش زائد 44 مقصوم على جوش زائد مقصوم على جوش نعم 44 80 مقصوم على جوش زائد مقصوم على جوش يعني 40 و نضرب 80 و نضرب 80 و نضرب 40 و نضرب 40 و نضرب 80 و 120 و نضرب 30 و velocidad سبعة وثلاثين مئة وسبعة وربعين. النتيجة هي هذه. إذا ندروا عملية عمودية مئة وسبعة وربعين مضربة في سبعة وربعين. أربعة في سبعة وثلاثين وتف Roux Distance نجمع. تمانية ستار Programme. 14 إذا هذه هي المساحة الشكل 64000 أو 6400 860 سنتيمتر مربع إذا كان 1 سنتيمتر يمثل 10 أمتار وحسب المساحة المساحة الحقيقية للجزء الملون إذا هنا هنا لا أريد أن أطبق إذا نطبقها إذا هنا هذه المساحة سنضربها في 10 أمتار نضربها في 100 إذا المساحة الحقيقية ستكون هي 6400 6400 ونزيد الجزء أصفار متر مربع لأنه سنضرب الطول والعرض نضرب الطول في 10 أمتار وأيضا هذه قاعدة كانت متقدمة لكن لنقوم بسيطة في المائطر فقط هذا يمكن أن تضربهم 1 في 1.1 ونقوم بسيطة إذن تمرين 12 ماء كتلاته جوج لتر ثلاثة لتر ثلاثة لتر من الماء إذن هنا في الميزان لدينا 1 لتر كيلوغرام إذن جوج لتر ثلاثة كيلوغرام ثلاثة كيلوغرام وهذه 12 كيلوغرام تركنا 1 لتر عكس كتلاته نجمعها ثلاثة لتر الصور ثلاثة لتراصة ثلاثة لتراصة ثلاثة لتراصة هي 300 كيلوغرام تكافئ 300 لتر ثلاثة لتراصة هي 4.3 طن هي إذا إذا نريد أن نحولها للأخر ستكون 4300 لتر إذا ننتقل إلى تمرين 12 ألاحظوا وأكمل ملء الجدول 75 دقيقة ساعة وربع 60 دقيقة ساعة ثم لدينا 90 دقيقة ساعة ومسف ثم 120 دقيقة ساعتين ساعتين إذا تمرين 14 ألاحظوا الأعداد العشرية التالية ثم أحدد وتسقطير المناسب لكل عدد إذا لدينا 5.15 ستكون محصورة ما بين 5.60 أو 5.10 أو 5.20 إذا هنا ستكون 5.15 محصورة ما بين 5.10 أو 5.20 5.65 إذن هي اللي هنا و 5.03 هي اللي هنا لأن هنا خمسة وهنا خمسة فاصلة عشرة إذن هنا ثلاثة أجزاء المئة إذا هنا عشر أكبر من ثلاثة أجزاء المئة تمرين 15 أنقلوا في دفتارك أنقل في دفتارك الشكل وأكمل A B C D هو A B C D هو مربع مربع أقل في الصاتحين لا يوجد من مربع أنقل في صوات كبيرة أو صغيرة أقل في الصاتحين أنقل في صوات كبيرة أو صغيرة الآن لا نقل بحسن أقدر التجالية قد أكبر الأمام كيف سيكون بطبيعة الحالة؟ سيكون كبير ولكن نخصص بشحال AMEN هل هذا شحال فيه؟ صغير للشكل هذا فيه جوج وهذا فيه ربعة هذا سيكون فيه؟ تمانية إذن هذا من جوج الـ تمانية شحال 4 إذن هو كبير بمعامل 4 نعم ALGE هو صغير لمن؟ لأب السيدة هذا يكون صغير لأب السيدة بمعامل جوج واحدة على جوج نعم احسب معامل تناسب AI AM AL A A A A A H A A A A A A A وحسب معامل التناسب A-E و A-J و A-M و A-L إذن معامل التناسب هو جوج لأنه يجب أن نضربه في جوج لأنه يجب أن نضربه في جوج وحسب مساحة الجزء الملون إذن مساحة الجزء الملون ناقيس جوج سمع الرابعة ناقيس ١٠م سمع الرابعة اقشى الرسم الملون وحسب مساحة الجزء الملون الآن قيدنا لا نقص نقصره ولكن سمع رحمه غاية هكقي يسツني هو مكقترب ماذا نعرف أنه لديه الوجه؟ متوازن مستبطة لديه 6 الوجه سنأخذ لديه جوج ووجه متقابلين حسبوا الوجه الفوق هذا و هذا حسبوا مساحته نعم هي ربعة فرق مساحته ستكون هي ربعة جوج هنا جوج و هنا ربعة ربعة جوج و هناك ربعة جوج لدينا جوج منها و هذا جوج و هذا جوج و هذا جوج أكثر من الأستطاق هذا جوج في أربعة جوج مساحه سيكون جوج في أربعة جوج كذا جوج مرت غير جوج أكثر الممتع و سوف نقوم بها جوج و لكن جوج مرت وهذه مساحه ثنشره ارضتها الكلام ٦ التمرين الرقم ٦ إستعمل الرسمي معي للغ petite شقة في دفتاري أكمل أم تنتمي إلى القرص؟ أم تنتمي إلى القرص؟ نعم إلى القرص؟ نعم القرص. إذن ما من القرص اللي كنتنتمي له؟ الكبير. نسميه الكبير. مع أن الشي حاجة ما عنا لونه وليس شي حاجة اللي غا تبينه. ولونه جزء القرص المحصور بين الدائرة التي شععها أو شععها أو بي. إذن هذه نلونها بطبيعة الحال. نحن لا نعود إلى الشكل في التفصر لأنه سيطوال علينا الفيديو. إذن جزء المحصور هو هذا. وهذا هو الجزء المحصور بين الدائرة التي شععها أو شععها أو بي. إذن ننتقل إلى السبح الموالية. تقويم مؤثر الدعم. إذن تمرين رقم 18. تمرين رقم 18. إذن ألاحظ التدريجتين أو بي على المستقيم المدرج وأحدد الجواب الصحيح. إذن توجد النقطة على التدريجة. نحن نفهم. 5.3. إذن هنا ستكون 5.3. إذن هنا ستكون 5.3.3.3.3.3.4. إذن هذه ستكون النقطة على التدريج بكى. إنه سلسل تكون قائمة على التدريج. ماهو أعادث نقطة؟ تمرين هي صحيحة ولكن احنا ناخده ستة واحد الاعشر مع الاعشر ولكن كنا ناخده خمسة شكلها مع ستة ولكن هذا هو الجواب الاصحي اذا ننتقل الى التمرين رقم عشرين تم التعبئة واحد اثنان فصيلة سبعة لتر من الدواء في قارورات ساعتها ثلاثين ميليليتر مع عدد القارورات المستعملة اذا اول حاجة غندروها غد نحولو جوج فصيلة سبعة لتر غنحولوها الميليليتر ونقسموها ومن بعد نقسموها على ثلاثين ونستحولو عدد القارورات اذا اثنين سبعموها على ثلاثين ميليليتر مقسموها على ثلاثين لدي رقم عشرين اثنين وسبعين على ثلاثين اذا اغتينا اغني اغني ندير واحد القسمة. نعم. سعود. نعم تسعود. سعود في صفر. صفر. ثلاثة سبعة وعشرين. سبعة وعشرين. سبعة وعشرين. سبعين وسبعين ناقص متعة. انزلوا الصفر. اذا تسعون قارور. اذا التمرين رقم واحد وعشرين. وعيد انشاء الدوائر التي مركزها او بوصي او بسبب. لان دة متجولة. لان دة ما هي الدائرة التي لها اكبر use? هذه مركزها الدة لان دها مركز دائرة الكبيرة. اذا مركز دائرة الصغيرة. اذا ما هي الدائرة التي لها اكبر use쪽에 هي Emmanuel이에요. التي مركزها د. لدي احدد اقرص التي تضم النقطتين سوى دة. إذن الأقراص اللي كتضم صي ودي معدل إذن هاد القرص كيضموه هذا كيضموه هذا كيضموه هذا اللي القرص الأقراص التي تضمها هي الأقراص التي مراكزها تشكون ب والس ودي معدل مركزها اللي مكتضمش الصي ودي إذن التمرين رقم 22 ولاحظوا وحسبوا مساحة الجزء الملون إذن باش نحسبوا مساحة الجزء الملون نضربه 28 في 28 نقسم منها 28 في 28 ناقص المساحة المستطيل إذن المساحة المستطيل هي 14 إذن شنوه النتيجة نحسبه 28 في 28 28 في 28 شوش كتنطينا 8 في 64 8 في 16 22 28 نحتفظه بالواحد جزء جزء 4 والواحد 5 إذن نجمعه 4 8 7 7 784 زائد 140 هي النتيجة التي تكون إذن نزيده هنا 140 نقص إذن نقص إذن 784 ناقص 140 4 ناقص 0 4 8 ناقص 4 4 7 1 6 إذن النتيجة هي 644 سنتيمتر مربع لأنه مساحة ننتقل تمرين 23 ونحدد الكتابة الصحيحة من بين ما يلي 4.8 كون كبير وش 4.8 ولا 4 إذن هذه خطأ لماذا؟ لأن العشور هنا أكبر نعم نعم هذا هو الأقص هنا يا سبعة سبعة تقدم في الأجزاء المئة نعم هذه صحيح إذن هذه صحيح لدينا 5.15 5.15 لا هذه المتساويين لأنه من هذا الصفر غزايد 10.10 10.10 هنا الصفر هنا ثلاثة هذه صحيحة لأن هذا العشور أكبر من الصفر إذن جوج فاصلة 0.05 جوج أدوم تساويين نعم هنا جوج فاصلة أدوم تساويين إذن الكتابة الصحيحة هي هذه إذن ننتقل التمرين 24 ومثل هذه المرطيات في مدغاج إذن عندي غادي نشوف عندي 75 سنتيمتر إذن 75 سنتيمتر غادي تكون هي هذه عندي جوج فيها 90 سنتيمتر إذن عنها 75 ستكون قريب شوية من مئة نعم إذن غادي تكون هي هذه هذه هي 90 لأنها 95 95 سنتيمتر ستكون زائد شوية 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 غير مدقة 98 98 وإذن هذا هذا الشيء الآخر يعني وصلنا إلى 100 مايا وهنا ستكون فيها تقريبا في أي عمرين تتجاوز قامت الطفل 90 إذن تتجاوز 90 في في عمر ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات سنتين تكون وصلت إلى 90 إذن هنا سنوات سنوات لا نرسم هذا الأخور سأخبر القامة سأخبر لا 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 سنوات لبداية تكون زائدة بوحد السرعة هائلة ومن بعد تبقى لا تبقى زيادة حتى هذا لا 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 سنوات سنوات إذن خمسة وعشرون قطع حسين مسافة خمس قلومترات في ساعة وعشرين دقيقة بينما قطع حمو في تسعين دقيقة من قطع هذه المسافة في أقل وقت إذن نحول هذه الدقائق إذن هذه الدقائق سأعطينا ستين زائد إذن هي ثمانين ثمانين إذن هو حسين إذن حسين هو الذي هو الذي قطع المسافة في أقل وقت إحنا بيجينا لش صغير نعم التمرين رقم ستة عشرين يمثل الشكل F J N H E M تصغيرا للشكل F A C D E M هو معامل تصغير إذن 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 سنستعمل ونستطر ونشوف ناخد ضلع واحد مثلا سناخد شي ضلع اللي عندنا باين شحل هنا صفر وهنا هنا صفر إذن صفر فاصلة خمسة وهنا تقريبا واحد إذن تقريبا نضع إذن معامل تصغير هو واحد غالبا واحد بصيل سبعة 27 أتعرف ونشر متوازن مستطيلات ولو ألوينه بالأحمر ونشر الهارم وألوينه بالأزرق إذن هذا بين هو الهارم هنا متوازن مستطيلات كان لدينا هذا وكان لدينا هذا هذا متوازن إذن هذا متوازن مستطيلات هذا لا هذا ليس متوازن مستطيلات إذن متوازن مستطيلات نلونه بالاحمر. هذا ماشي. هلاش? هدا متوازن مستطيلة. متوازن مستطيلة. اشتفاش كيكون متوازن مستطيلة عند واحد لوجه مربع كيكون عنا هادو بحال بحال. يديش نفح التمرين السابق. ننتقل الصفحة الاخيرة. احنا كنحاول نزربو لان الفيديو غاديشي طويل. وهذا عداش كنزربو شفية ونعتادر على على هاد السرعة. اذا التمرين 28 يمثلون مبيان الدائرين مصارف شهرية للأسرة والتي تقدروا بستلاف درهم. المبلغ المتبقي للتطبيب هو كم? اذا كيفاش غادي نديرو نلقاو المبلغ المتبقي للتطبيب. اذا هنا هنديرو عمل ليفطار الحال. اذا هنا شنو غادي نديرو? اولا غادي نجمعوا الاعداد الكسرية. ونحن نرى قاوة الكسرية ونضربوه 6000 درهم. ونحن نرى قاوة الملاب بس واحدة على خمستاش. ذات واحدة على خمسة غداية. ذات واحدة على خمسة كرة. ذات واحدة على خمستاش تنقل. مقام الموحد يتدرك الأمور ومقام الموحد تدريب 4 إذاً 15 أشهر يجب 1 على 15 وبالتالي 3 على 15 ثم يجب 3 على 15 ثم يجب 1 على 15 ثم يجب 6 على 15 إذاً ما هو النسائل؟ ١ أشهر ١٦ إذاً أصدق الأajo ١ مقام الموحدة ناقص 14 على 15 يعني هي 15 على 15 ناقص 14 على 15 هي 1 على 15 إذن 1 على 15 هو العدد الكسري الذي يمثله الطبيب إذن هذا العدد الكسري هو 1 على 15 ولكن نحن نريد القدر لأن قال لك المبلغ هو 6000 درهم مضروغة في 1 على 15 إذن يعني سنقسمه سنقسمه 6000 و ستعطينا 60 لقسم منها على 15 و ستعطينا 4 و ستعطينا 400 إذن ننتقل إلى 29 و ستعطينا 27 و ستعطينا 27 و ستعطينا 27 و ستعطينا 25 إذن سنقوم بعملية حسابية ناقص 27 ناقص 27 ناقص 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 95.5 ناقص ناقص لا ناقص 9 ناقص لا ناقص 10 ناقص 3 7 0.0 ناقص 2 لا يمكن 10 ناقص 2 8 5 ناقص 3 2 إذن 28.70 28.70 العملية الموالية 71.28 ناقص 37.6 8 ناقص 0 8 2 ناقص 6 لا يمكن 12 ناقص 6 6 11 ناقص 8 11 ناقص 8 3 ونزل الواحد 7 ناقص 4 3 3.80 8.60 العملية الموالية 20 ناقص 20 ناقص 10 20 ناقص 9.75 9.75 هذه غيدة هنا هنا 17.4 ناقص ناقص 9.75 8.4 8.4 هنا 50.50 100 تعطينا 49.50 هنا 100 ناقص إذن تعطينا 99.22 قتلنا هذه خصوة العملية يلا مئتاني وعشرة ناقص 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 مئة واربعة عشر فاصلة اثنان وثلاثة فاصلة اثنان وثلاثة 0-2 لا يمكن 10-2 8 0-4 لا يمكن 10-4 6 وذلوا فاصلة 0-5 لا يمكن 10-5 1-2 لا يمكن 11-2 9 2-2 0-5 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 إذن ننتقل التمرين 30 أعيد إنشاء وأكمل للحصول على النشر الموشور القائم هذا موشور القائم بداية متوازم السطر لا يمكن الموشور القائمة سأقوم هنا سأشئ بحال هذا هذا سأقوم نرسم هذا بحال هذا سأرى هذا سأمدد هذا سأمدد هذا أو سأمدد كذلك سأمدد سأمدد كذلك من بعد سأمدد حالة هذا المتوازن من الساطيلات ليس موشور نقوم بتحقيل قاعدة موشور ننتقل في السوق شديد واحد وثلاثة واحد وثلاثة واحد وثلاثة هنا يقوم بي테يب المثلاث هناك ليصدا هناك ليصدا دائرة سنفعلها جيج في جيج. جيج 4 سنتيمتر. هذه مساحة مربعة. مساحة المثلاتية تقوية جيج 4 على جيج. مساحة متوازل الأضلاع. مساحة متوازل الأضلاع مساحة متوازل الأضلاع ستكون مربع جيج ثلاثة. اذا مساحة المتوازنة اطلعتها هي اربعة سنتيمتر مربع. تنادم ثلاثة المساحة. تمرين اثنين وثلاثين انشئ الدائرة التي مركزها هو شوعة وثلاثة سنتيمتر والدائرة التي لها مركز نفسه هو شوعة وشوعة وشفصيلة خمسة. ولوين جزء القرص المحصور اذا نأخذ ورقة. ثم غنصم هذ الدوائر. الدائرة اللي اولى الشوعة دي العجوش. الشوعة دي العجوش الى ما نرسمه نحدده الشوعع. ها عفوا المركز. ثم ها نشئو الدائرة اللي مركزها. ثم غنصم اخذ واحد جوش فاصيلة خمسة دابا. جوش فاصيلة خمسة. على هكا. ثم غنصم نشئ الدائرة اللي مركزها. الآن هدي هيا هدي قوة. ونلوين ما بينهما. الآن نون ما بينهما. . اذن ننسقل التمرين الموالي هو تمرين رقم 33 ولاحدوا ولاحدوا المساطيلين او ابيوا واحددوا معامل تكبير او تصغير بينهما اذا بالنسبة لهذا المساطيل هذا الصغير اذا عنده 15 هذا عنده 45 في الطول اذا هذا 8 اذا اذا فاج ضربنا في 3 اذا معامل اذا معامل تكبير معامل تكبير مش حال معامل تكبير هو 3 معامل تصغير 1 على 3 اذا اذا كان واحد سنتيمتر على الورقة هو 10 امتر في الحديقة وحسب المساحة الحقيقية التي ينتهي لها المساطيل اذا بطبيعة الحال سنضربوها في 10 اذا ستولي عنا 15 سنتيمتر نضربوها في 10 او 150 مياطر وتمانية سنتيمتر نضربوها في 10 او 80 مياطر والنتيجة ستغطينا مساحة المساطيل الاصغر اذا 8 في 45 او 40 او 40 او 80 يكتب على الورقة الوصولة الرابعة ثمانية في 1 ِ ونزيد في هل أصفار مياطر مربعة او 40 او 40 مياطر مربع او 40 او 40 او 34 الواحدة و اكمل ربع ساعة هي قم 15 مينويت تلاتين نسب ساعة ثلاثة لاربع من الساعة هي 45 دقيقة ثلاثة ساعة هي عشرين دقيقة او 30 الدقيب 25 علب 160 دعهم سنكمل الى العلب 264 علب 10 30 80 من هنا Z يقسم على 20 و المعامل التناسب هو 20 24 يضربناها في 20 30 ويضربنا 80 480 ثم 35 يضربناها و سعطينا 700 تمرين رقم 35 تحتوي قارورة على 1.5 ليلة من العاصر وحسب عدد الكؤوس يمكن أن يكون ملئها إذا كانت ساعة كل كأس هي 25 سنتيليتر فهذا التامارين دائما نحاوله الوحدة الصغيرة إذا 1.5 لتر كيف حال بالسنتيليتر إذا هي 15 ديسيليتر إذا 150 سنتيليتر إذا سنقسمه 150 على إذا هنا لتر 15 ديسيليتر 150 سنتيليتر إذا صحح إذا سنقسمه 150 على 25 إذا 25 سنتيليتر إذا قسمه 150 نقسمه على 25 إذا لدينا حالة تغطينا 25 في جوجة قصتنا إذا 6 جوجة 25 سنتيليتر لأن جوجة 25 سنتيليتر 350 سنتيليتر إذا 6 سنتيليتر إذا تمرين 37 وألاحظوا الميبيان بالخطوط وأحددوا السرعة المتوسطة إذا السرعة المتوسطة كنعرفوها بالساعة إذا هي 50 50 كيلومتر كيلومتر إذا كنشوفوه إذا كنشوفوه إذا كنشوفوه إذا كنشوفوه ما حالة في الساعة 25 كيلومتر 25 إذا 75 كيلومتر إذا ونكونوا قد انتهينا من هذا التقويم وهو تقويم الأسدوس وهو نهاية هذا الكتاب ونهاية هذه الدروس المتعلقة بالجيد في الرياضيات وإلى كتاب آخر بإذن الله